ننتقل إلى رسالة وصلت من سلطنة عمان الاسم ميم هاميم يقول هل يجوز أن يجتمع البعض من المصلين بعد صلاة الفجر يرتلون من سورة الفين إلى سورة الناس ومن ثم يقومون بالدعاء هل ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مشروعا وإنما هو دجع وإنما الإنسان يذكر الله بما تيسر له من أنواع الذكر الواردة ولا يكون جماعيا لا يكون ذلك جماعيا وإنما كل واحد يذكر الله بنفسه منفردا عن الآخرين ويتحرى العدعية المشروعة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الواردة في القرآن الكريم نعم